موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة دياركم زوزو فلوك نتمنى ان تكونوا باخر والاخر اليوم نقدم لكم واحد الغريبة اللي تتجي رائع نتمنى الشكل لكم لكي تتجي ستتعجبكم ومقادر اقتصادية يعني عندكم متوفرين عندكم في البيس ديار ولكم تدرو بها القوتي ليداتكم الدياف اللاجوة عندكم تصيبوها لهم نتمنى ان تجربوها ان شاء الله وتردوا لي الخبار ستعجبكم وندوزوا على بركة الله وندوزوا على بركة الله تشوفوا معي الطريقة تحضير ديارها ندوزوا على بركة الله المقادر وطريقة تحضير نحتاجوا ان شاء الله جوز ليف ديار فانيا 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 8غ ونحتاجوا ان شاء الله البيضة بيضة واحدة ونحتاجون أصفر البيض للتفنيد ونحتاجون كسونس السندة كما ترون معي كسونس العنب كسونس العنب كسونس العنب كسونس العنب ونحتاجون السندة ندوز على بركة الله لطريقة تحضير نأخذ واحد الإناء قبيصة الملح ضرورية نضيف كسونس الزيت نضيف هذه البيضة الثانية والبيضة ونضيف كسونس الثانية ونضيف الغريبة رائعة ونضيف الثانية نخلطها جيدا الثانية ونضيف ونضيف الثانية وتضيف اضعوا بأن الحمض يكون جيداً تستطيع أن تنكوها في الحمض و تضعوا بقشرة الحمضة لن تنكوها في القشرة برتقالة تستطيع أن تضعوا بقشرة برتقالة ثم نخلط برتقالة ثم نستطيع أن نقوم بقشرة الحمضة نضع بشرة الزهر ثم نضع زلافة الطقيق اضيف السبب اضيف حجم البيضاء اضيف البيضاء اضيف البيضاء اضيف العجن نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين نحرقها بهذا الشكل لن تجمع العجين لا يكون مرخوف و لا يجمع في نفس الوقت يجب ان اضيفه حساب الخالد المهم مجموع أصدرت هذا الخالد نضيف العجين تقnier القدر سيجمع لي العجين ديالي ما نقصه بزاف كما تشاهدون اخذتكم تسطل الخميرة هناك العجين بيدي سوف نضفتها سوف نخلطها جيدا حتى ندمج الخميرة جيدا مع العجينة كلها ونرجع نوريكم كيف سوف نشكلها الماء خلطي جيدا ن fuck نضيف نضيف أن نضيف سوف نقوم بتحديد طريقها نضيف البيض نضيف البيض نضيف الشكل نضيف البيض نضيف في السنيضة نضيف البيض قيلا نضيف حق البيض سوف نجعل بيناتهم قليلا لن يتلاصق لنا سوف نتلاصق لنا نستطيع بيناتها في الثانية نستطيع بيناتها في كوكا نستطيع بيناتها في الثانية نكمل بهذه الطريقة نكمل بهذه الطريقة حتى نكمل العجين كامل ونرجع معكم ونستطيع اضافة سوف نضافة ساكمل سوف نضافة 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 منها نضافة ونضافة نضافة سوف تشكل في العجن تعمل الفران على درجات حرارة مرتفعة لكي يسخن تعمل الفران على درجة حرارة مرتفعة تعمل الفران على درجة حرارة مرتفعة سوف تجربوني سوف تشوفون النتيجة سوف تشوفون تعمل الفران على درجة حرارة مرتفعة سوف تعمل الفران على درجة حرارة مرتفعة قمت بسعل الفران قمت بسعل الفران سوف تعمل الفران ونتمت بسعلي ناعمل بالمتابة جيدة حرارة جميعا كما ترون معي هذا الوشك النهائي الغريبة نتمنى ان تكون لك الاعجاب و تجربوها ان شاء الله ستجي رائعة و اذا نعمر واحد البريري دي الاعتاي يكون منعناه ايه و بس حول راحة نتمنى اللي ما زال ما تشاركش معي في القناة ديالي و يخلي لي تعليق و يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي و السلام عليكم